ترى صحيفة الشرق الأوسط أن عدم اختيار رئيس للبرلمانة يمثل خللا دستوريا كبيرا وهو بمثابة نف نسف للتوافقات السياسية التي جرت عليها العملية السياسية تقرير للصحيفة ذكر أن قوى الإطار التنسيقي تمددت على رئاسة البرلمانة لتمرير بعض الأجندة وهو أمر غير صحي لافت أن القوى السنية يجب أن تحسم أمرها بشكل نهائي وأضاف التقرير أن حسب هذا المنصب أمر مهم لأنه جزء من الاستحقاقات المهمة مبينا أنه من المنظور الانتخابي فحسب تقدم هو يملك الأفضلية لكن التدخلات الخارجية والضغوطات الداخلية على الحلبوسي تمنع ذلك